موسيقى أهلا بك يا أصحابي النهاردة يحيى وكنوز بسينو وجاهزين لنا حكاية عن تاريخ مصر العظيم من هنا شاطر في الحساب؟ أنا 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 وبيعرف يحسب ويجمع ويطرح عايزاكم تركزوا وتصحصحوا معايا مشان حكاية النهاردة هتعجبكم قوي عارفين بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن علم الحساب في مصر القديمة يلا بينا نشوف أنا اللي وصلت الأول لا أنا اللي وصلت الأول لا أنا طيب إحنا هنشاهد أصحابنا إحنا كنا عاملين مسابقة جاري واتفقنا أنا وكنوز لو أنا اللي كسبت هروح المغامرة الوحدي ولو هي اللي كسبت هاخدها معايا وطابعا أنا اللي وصلت وسبقتها ودلوقتي جي معاك كلمة السر إيه ترو؟ إيه يا يحيا يتخدني معاك ينعيد السباق كله خلصت علي معايا إيه ترو آه إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إنت زي جيت هنا يا سينو مش المفروض إحنا اللي نجيلك العالم القديم حاجة غريبة أو يا أولاد بس أكيد لها تفسير إنت قلت المين يا يحيا على البغامرة الجديدة كنوز وكانت هتيجي معايا لا مش أنا وبس إنت ناسي أصحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي أيوة صح أنا قلت لهم إنهم هيعيشوا المغامرة معايا لحظة بلحظة مش تقولولي إن معاكم أصحاب جوداد إيه زيكم؟ أنا سينو أنا مبسوط إن معاكم هنا يبقى كده يا يحيا التفسير الوحيد اللي خلى كلمة السر بدل ما تنقلك للعالم القديم تنقني أنا ليك هنا وطبعا وجود أصحابك الحلوين دول لازم يعيشوا معايا المغامرة مغامرة هنا؟ إزاي يا سينو؟ المغامرات ملهاش مكان ولا زماد يا كنوز وبعدين أنت نسيت إن أنا أنا سينو أقدر أطير 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 وأتحرك جوه أي زمن زي ما نعاوز أيوة يا سينو بس إحنا كنا بنعيش مغامرة تاريخية في العالم بتاعها هنا مثلا أنت هتعمل إيه؟ أنت ممكن تعمل أي حاجة هحكي لكم حكايات عمركم ما سمعت عنها ها إيه رأيكم؟ حكايات من التاريخ برضو يا سينو؟ التاريخ؟ يعني كل حاجة يا يحيا إحنا عندنا في زمننا ده حاجات كتير غير التاريخ عندنا اختراعات وعلوم وتكنولوجيا وكل حاجة حتى تطور العلوم عبر الزمن لحد ما وصلت ليكم بشكلها دلوقتي كزء من التاريخ يا كنوز تحب تشوفي بنفسك؟ ورينا يا سينو في كل مرة هحكي لكم حكاية بس المرة دي بقى مش حكاية ملك حكاية علم أو مجال موجود في زمنكم لكنه بدأ من آلاف السنين مع وجود المصري القديم على نفس الأرض دي ها موافقين أنتو وأصحابكم؟ موافقين يا سينو ممكن تقوليني يا كنوز خمسة في خمسة بكم؟ ياه دي سهلة قوي يا سينو أنا شطرة وأعرف أحل أصعب منها هو إحنا في امتحان الميت ترم يا كنوز أجاوب أنا يا سينو؟ جاوب يا يحيا خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ها والعملية دي اسمها إيه في زمنكم؟ عملية حسابية طربنا خمسة في خمسة وطلعنا النتيجة برافو برافو هاهاها برافو هو دا اللي أنا كنت مستنيه عملية حسابية ومن هنا تبدأ حكايتنا من قبل الزمن دا بألاف السنين كان المصري القديم في بير عنخ اللي هو بيت العلم أو المدرسة مش برضو بتقولوا كده عليه في زمنكم؟ صح يا سينو كمل لنا الحكاية كان المصري القديم بيدرس حسب وهي أصل كلمة حساب اللي بتقولوها أنتوا دلوقتي عرف الأرقام ووهدات القياس وقدر من خلال علم الحسب أنه يبني حضارة كبيرة تعيش آلاف السنين يعني المصري القديم كان يعرف الجمع والطرح والإسم والضرب وكل العمليات الحسابية يا كنوز إيه رأيكم؟ أقول لكم الأرقام بالرموز المصرية القديمة واحد يعني وع اتنين يعني سنو تلاتة يعني خمت أربعة يعني فدو خمسة يعني ديو يا يا سينو دي لعبة حلوة قوي خلتنا نحفظ الأرقام بسهولة خلاص كده أنا كمان هقول إترو ويبقى معايا كلمة سر زي يحيا يلا أنا رايحة مغامرة جديدة شكرا 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 رحلة عيدة وبعد ما شفنا حكاية النهاردة قلولي بقى إيه رأيكم يا أصحابي مروا لازم نعرف إن المصري القديم كان بيقدر يستخدم كل حاجة في البيئة لصالحوا المصريين الكدماء ما استخدموش الحساب غير في بناء الأهرامات بس؟ دي كانت مجرد وظيفة من وظيف علم الحساب المصريين الكدماء قدروا يربطوا علم الحساب بعلوم تانية زي علم الفلك وقدروا يحسبوا مواعيد فيضان النهر العظيم ومواسم زراعات المعاصيل وبكن خلطت حكايتنا واستنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة رحلة سعيدة